السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة France avec l'Ubna لتعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف حصة اليوم خاصة بالمبتدئين الذين يرغبون في تعلم قراءة نص بالفرنسية خطوة بخطوة ويتعرفون على أسرار الحروف التي لا تنطق وغيرها من القواعد الخاصة بالقراءة يعني جميع القواعد المهم هنا فقط أريد الإشارة إلى الأشخاص الذين يسألون عن دروس هذا الكتاب الذي يظهر لكم على الشاشة يعني دروس سنة الرابعة ابتدائي لمن أراد متابعة هذه الدروس الخاصة بهذا الكتاب ستجدون الرابط في أسفل الفيديو في صندوق الوصف إذن نبدأ على بركة الله بهذا النص النص بعنوان المغياج يعني حفل الزفاف وعليكم السلام ورحمة الله في البداية سوف أقرأ النص بأكمله سأترك لكم الفرصة في القراءة الأولى لكي تتعرفون على مستوى الفرنسي لديكم يمكنكم أن تشرحوا هذه الجمل أو هذا النص وفي القراءة الثانية للقطعة سوف أشرح هذا النص ثم بعد ذلك سوف نتطرق إلى قراءة النص خطوة بخطوة وصندرسوا القواعد القراءة للحروف إذن نبدأ على بركة الله حفل الزفاف أو حفلة الزواج إلى أسبوع ألسان plus أو moins فهي إلى حد دينما plus أو moins يعني تقريبا أو بدرجات متفاوتة نقول يعني أكثر أو أقل إذا المهم هنا ألسان plus أو moins يعني فهي إلى حد دينما coûteuse يعني موكلفة فهي موكلفة نوعانما selon les moyens de la famille selon بحسابي les moyens المكانيات de la famille العائلة بحساب المكانيات العائلة La cérémonie proprement dite a lieu dans une grande salle une estrade assez haute est installée au fond de la salle La cérémonie الحفل proprement dite الفعلie عندما نقول proprement dite يعني نفسه أو في حد داته د'accord Donc la cérémonie proprement dite الحفل الفعلie a lieu يتمو dans une grande salle يتمو في قاعة كبيرة سال قاعة grande كبيرة Une estrade menaçant assez haute عالية بما فيه الكفاية donc عالية est installée يتمو تثبي توها au fond de la salle بداحلي القاعة بداحلي 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 Sur cette estrade un poson ضخمين ou sasso حيث يجلس يعني عليها les marier العروسين يعني العروس والعريس Ainsi il pourrait حتى يتمكن être vu de tous حتى يتمكن الجميع من رؤيتهما حتى يمكن أن يراهما الجميع une partie de la salle est réservée à l'orchestre la jeune épouse arrive dans l'assistance vêtue d'un donc une partie de la salle جز من الغورفا est réservée يخصصو أو محجوز lit à l'orchestre للفرق الموسيقيا la jeune épouse الزوجة الشاب يعني العروس arrive تسيلو dans l'assistance تسيلو إلى الحضور vêtue مرتديتن d'un d'un cafetan blanc avec des bijoux assortis on l'a fait asseoir dans une cabine à porteur la عمرية d'un cafetan donc هنا qu'on vêtue d'un cafetan blanc يعني مرتديتن cafetan blanc يعني cafetan en abyead avec des bijoux مع المجوهارات assortis يعني متلائمة يعني مع القفetan on l'a fait asseoir يت يجلس ها dans une cabine في مقصورة à porteur في مقصورة يعني محمولة بأشخاص la عمارية هي العمارية 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 de la musique هناك من يشرح يعني النص قبل هذا جيد donc le mari port يرتدي une جلبة blanche جلبة بن abyead des invités الدويف dansent يرقصونا de temps en temps من الحين لل آخر من وقت آخر la soirée se termine aux alentours de 5 heures du matin les petits enfants الاتفال السيغار très heureux سعادة ان للغايا se déplacent ينتقلون دون table من مايدا ال اخر الى اخرى la soirée الومسيا se termine تنتهي aux alentours في حوالي de 5 heures du matin في حوالي سعى الخامس سبحان اذا الان سوف نقرأ النص خطوة بخطوة حاولوا القراءة قبلي لكي تستفيدوا او تتعرفوا لماذا بعض الحروف قرأت بطريقة مختلفة دائما عندما يأتي متبوعا ب يعني حرف متحرك يقرأوا كي ي لذلك قلنا ماري ياج ياج داخل للمارياج او مارك مارك La cérémonie du mariage dont lieu à de grandes fêtes La cérémonie du mariage Donne, 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 le lieu, lieu, a, de, g, ron, d, de, grande, fête, fête Il est un tabi au mari Elles peuvent durer de trois jours à une semaine Elles peuvent durer de Elles peuvent durer de Semaines Elles peuvent durer de trois jours Elles sont plus ou moins coûteuses selon les moyens de la famille Elles sont plus ou moins coûteuses Elles sont plus ou moins coûteuses selon les mois Elles sont plus ou moins coûteuses selon les mois Elles sont plus ou moins coûteuses Donc, moins yank D'accord ? Elles sont plus ou moins coûteuses D'accord ? Elles sont plus ou moins coûteuses Donc, moins coûteuses Elles sont plus ou 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 moins coûteus 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 ثم هنا سي لأنها جاءت متبعة بأ وهنا كو لأنها جاءت متبعة بأو لذلك نطقت كحرف الكاف الآن انظروا إلى هذا الحرف المكتوب بالأخضر مغياج اذا لماذا هنا نطقة ج وهنا نطقة ج أيضا نفس ما قلناه على سي سنقوله على ج لاحظوا معي إذن ج ينطق كحرف الجيم إذا جاء متبعا بأحد هذه الحروف يعني E أو E أو Y إذن إذا جاء متبعا بE ينطق ج إذا جاء متبعا بE ينطق ج إذا جاء متبعا بY ينطق ج داكور الآن الج إذا جاء متبعا بN بN إذن إذا جاء الج متبعا بN فينطق نية مثل مثلا كمبانية داكور أيضا جميع الحالات المتبقية كلها ينطق فيها كغ عندما أقول جميع الحالات يعني كما قلت لكم بالنسبة لسي يعني إذا جاء بعده A أو U أو إذا جاء بعده حرف ساكن إلى آخره نكمل القراء لا سرموني proprement dite a lieu dans une grande salle إذن سوفا أو قسموها أو تيح لكم الفورسة لتقرأ أو لا سرموني la cérémonie la cérémonie p pro p re mon proprement dit 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 هنا لماذا لم أقل te لأن eux لا تنطق في هذه الكلمة سوف نرى فيما بعد لماذا لا تنطق dit dit a l lieu a lieu dans une dans une g ronde grande sale sale la cérémonie proprement dit a lieu dans une grande sale هناك من أجب في التعليق في التعليقات رأيت من أجب عن القاعدة التي تظهر على الشاشة يعني للحرف R هذا جيد سوف نتطرق لها فيما بعد إذن الآن نركزوا معي فقط في القراءة بعد ذلك سوف ننتبه إلى إلى القاعدة U N UN A S T خ D لاحظوا هنا U تنطق A لماذا نطقت A لأنها لاحظوا جاءت متبوعة بتلات حروف ساكنة S T خ داكار إذن عندما 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 U تأتي متبوعة قلنا بحرفين أو تلات حروف ساكنة فهي تنطق كالصوت A A داكار لذلك قلنا استخد 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 يعني كما لو أنها ليست موجودة نقول au haute haute et ins ta les installer au fond de la salle de la salle une estrade assez haute est installe au fond de la salle الآن لاحظوا معي الحرف المكتوب بالأحمر الذي هو R هنا كمان أجاب في التعليقات عن القاعدة ولكن البأس من تذكارها donc لاحظوا معي لاحظوا معي هنا ceremony 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 هنا propre مو propre مو إذن قلنا خ ولسا غ لم نقول propre مو وإنما propre مو إذن خ propre مو إذن هنا estrade ولسا estrade إذن estrade إذن لما دا R تنطق غ وأيضا تنطق خ إذن متى تنطق غ ومتى تنطق خ انتبهوا معي بالنسبة للجدد أما الذين يتابعون هذه السلسلة فهم يعرفون ذلك جيدا أغ تنطق غ في جميع الحالات لكنها تنطق كحرف الخ في العربية إذا جاءت مسبوقة بأحد هذه الحروف الأربعة يعني س ت آث ب إذن إذا جاءت مسبوقة بالس نقرأها كخ إذا جاءت مسبوقة بالت نقرأها تخ إذا جاءت مسبوقة بأف نقرأها فخ إذا جاءت مسبوقة ببي نقرأها بخ إذن هذه الحروف الأربعة إذا سبقت آغ ينطق خ داكو ونجمع هذه الحروف الأربعة كما قالت زهرة البنفسج في التعليق الآن نجمعها في كلمة وهي كتف بي أو كتف بي داكو إذن فقط لكي لا تتذكرها جيدا يعني ولا تنسوها إذن هذه الحروف الأربعة نعم فاطمة بن راب داكو الحروف الأربعة إذا جاءت قبل آغ تنطقو كحرف الخاء في العربية نكمل القراءة حاولوا حاولوا أن تقرأوا قبلي لكي لا تتذكرها لكي لا تتذكرها لكي لا تتذكرها ترجمة نانسي قنقر 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 لماذا؟ نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر في الأخير نانسي قنقر نانسي قنقر هنا لاحظوا نانسي قنقر 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 باقي الحالات تنطق فيها كحرف السن يكفيكم ان تتعرفوا فقط على هتين الحالتين لكي تتعرفوا على القراءات المختلفة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 لا جن هنا قمت بخطاء سوف أصلحوه الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم هناك من أجاب في التعليق عن السبب لأنه من المتابعين الأوفياء إذن لماذا؟ متى تنطق إذا جاءت في الأخير ومتى لا تنطق؟ لاحظوا معي إذن بالنسبة للحروف المتحركة يعني جميع إذا جاءت آخر الكلمة تنطق معدى حرف واحد هو إ إذا جاء آخر الكلمة ينطق في بعض الأحيان ولا ينطق في بعض الأحيان الأخرى إذن متى ينطق؟ ينطق إذا جاء يكون لنا صوتا واحدا فقط لاحظوا معي مثلا هنا صوت واحد تسمعون إذن صوت واحد فقط عندما يكون لنا صوت واحد فقط في هذه الحالة ينطق أما إذا كانت الكلمة تضم أكثر من صوت يعني صوتان أو أكثر فهي لا تنطق في الأخير إذن بالنسبة لمن لا يعرف أن يفرق بين الحروف الساكنة والحروف المتحركة الحروف الساكنة هي التي نسميها بالفرنسية وما هي هذه الحروف هي B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z إذن هذه هي أو الحروف الساكنة أما الحروف المتحركة فهي التي تسمى بالفرنسية تسمى متحركة لأنها تحرك لنا هذه الحروف الساكنة وما هي هذه الحروف المتحركة هي A E I O U Y إذن هذه هي الحروف المتحركة أو Les voyelles نكمل حاولوا أن تقرأوا قبلي تقرأوا قبلي تقرأوا قبلي تقرأوا قبلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اماريا اماريا اشتركوا في القناة نعم سلينا سلينا كتبت القاعدة لانها من المتابعات الاوفياء اذا لاحظوا معي هنا لماذا بعض الحروف في الاخير تنطق وبعضها لا ينطق لاحظوا معي الان القاعدة اذا الحروف ساكينة لكونسون اذا جاءت اخر الكلمة فهي لا تنطق ما عدا اربعة حروف هي س اف ال اغ هاتي الحروف اذا جاءت اخر الكلمة تنطق داكور تنطق هذه الحروف حتى لا تنسوها جمعناها في كلمة فركل او فركلة اف اغ سي ال فغ كل داكور اذا هذه الحروف اذا جاءت اخر الكلمة تنطق لكن هذه القاعدة ليست عامة ليست مطلقة لماذا لان هناك بعض الاستثناءات هذه الاستثناءات ليست كثيرة هذه القاعدة تساعد بشكل كبير على القراءة تساعد بشكل كبير جدا على القراءة لكن هناك بعض الاستثناءات كما قلت لكم سابقا تتعرفون عليها مع الممارسة مع القراءة المستمرة والسماع إذن هناك بعض الحروف التي لا تخضع لهذه القاعدة أو ليست الحروف بعض الحالات لا تخضع لهذه القاعدة فمثلا كبلون هذا المثال الذي أعطيه لكم دائما يعني اليوم صدفناه في هذا النص إذن بلون ينتهي بالس ومع ذلك لا ينطق وقلنا أن الس إذا جاءت آخر الكلمة لكن هذه الكلمة من ضمن الاستثناءات التي لا تنطق فيها إذا جاءت آخر الكلمة نعم هناك من كتب في التعليق للاتر مويت يعني الحروف الصامتة التي لا تنطق إذن لاحظوا معي سوف نعود إلى هذا المقطع لكي ندرسه جيدا لاحظوا معي بلون قلنا أن الس لم تنطق لأن هذه الكلمة هي حالة استثنائية في حين أن هنا نطق الس لماذا؟ لأنه ضمن حروف فخكل إكس لم ينطق لأنه لا يتواجد ضمن حروف فخكل نفس الشيء بالنسبة لأس والتي في حين أن أغ نطقت لأنها ضمن حروف فخكل هنا الحرفان لداني يعني تواجد أخر الكلمة نطقنا فيه أغ ولم ننطق فيه أس لماذا؟ لأن أغ ضمن حروف فخكل أما أس ليست ضمن حروف فخكل لذلك لم ننطقها هناك من شرح لكم في التعليق بلون يعني أبيض لمن يريد طبعا شرح هذا النص والتحق بنا للتو نحن شرحنا النص بأكمله في بداية الحصة يمكنكم أن تستمعوا إلى بداية الحصة وسترون الشرح بأكمله الآن سوف نكمل النص إذن حاولوا أن تقرأوا قبلي نحن شرح من أشياء لأن أبداً للمشا بلانش بلانش نعم بالنسبة فقط هنا إشارة بلانش هو مؤنط لبلانش بلانش أبيض وبلانش بيضاء إذن حاولوا أن تقرأوا قبلي بلانش بيضاء بلانش بيضاء بلانش بيضاء De temps en temps au rythme de la musique. Des invités dansent de temps en temps au rythme de la musique. Donc, lajz vous m'a dit. Je vais vous remer sur lesquels que nous avons déjà dit. Des invités danses. Donc, pourquoi n'est-ce pas en temps en temps en temps ? Donc, comme je vous ai dit avant, ENT, on a été en temps en temps en temps. S'il y a été en temps, ou en temps, ou en temps, ou en temps. Mais elles ne sont pas en temps en temps si elles étaient en fait. Il y a été en temps en temps en temps en temps en temps en temps. C'est un mot en temps 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 إذن لاحضوا هنا لأس نطقناه ز لأنه جاء قبله وويل وبعده وويل جاء محسورا بين دو ويل بين حرفين متحركين إذن نحاولوا أن تقرأوا قبله أطورا بين دو ويل يكون جاء قبله ويكون جاء قبله ويكون جاء قبله وإذن تقرأوا قبله محسورا بين دو ويل بين حرفين D'une table à l'autre. Les petits enfants très heureux se déplacent d'une table à l'autre. Les petits enfants très heureux se déplacent d'une table à l'autre. Donc l'ahidou maï. Les petits. T'as, fil l'âchir, l'am tuntac, l'an ne l'a pas tuntac, l'an ne l'a pas tuntac. Nafs shai, binnisbali, enfon. T'as, fil l'âchir, l'am tuntac, l'an ne l'a pas tuntac, l'an ne l'a pas tuntac. L'a tuntac, l'a pas tuntac, l'a pas tuntac. L'a pas tuntac, l'a pas tuntac, l'a pas tuntac. T'ha, tuntac, l'a pas tuntac. يعني مسبوقة بت قلنا أن أغ إذا جاءت مسبوقة بأحد الحروف كتف بي تنطق خ إذن هنا ت كتف ت عندما تأتي مسبوقة بت ننطقها خ هنا لأش لم ينطق لأنه كما قلنا رغم أنه جاء أول كلمة أو وسط الكلمة أو أخر الكلمة لأش في الفرنسية لا ينطق لاحظوا أننا لم نقول س ديپلصان يعني أننا لم ننطق ENT في الأخير لماذا؟ لأن هذه الكلمة هو فعل un verbe س ديپلص س ديپلصي c'est un verbe du premier groupe فعل من فعل مجموع إذن لم ينطق في الأخير ENT لأن الكلمة فعل د'une table à l'autre d'accord إذن حاولوا أن تقرأوا قبلي س ديپلصي س ديپلصي س ديپلصي س ديپلصي س ديپلصي س ديپلصي المهم هذه لم أنتبه إليها لأن هنا لاحظوا petit إذن هنا نطقة T ثم هنا l'autre نطقة T l'autre alentour هنا أيضا term نطقة T matin نطقة T إذن سوف نرى T متى تنطقوا كحرف T في العربية متى تنطقوا كحرف T في العربية ومتى تنطقوا كحرف C في العربية إذن نتبهوا لهذه القاعدة أيضا T تنطقوا كحرف C في العربية إذا جاءت متبوعة ب I ثم متبوعة ب ويال أخرى يعني حرف متحرك آخر مثلا ناسيونال ناسيونال إذن هنا جاء متبوعة ب I ثم ويال أخرى لذلك قلنا س ناسيونال ناسيونال تعني وطني ambitieux نفس شيء متبوعة ب I ثم متبوعة ب ويال أخرى لذلك قلنا س س ambitieux يعني طموح initial نفس شيء هنا I ثم متبوعة ب ويال أخرى initial أولي confidential س يعني I تمام متبوعة ب E confidential س هنا هناك استثناء لبعض الكلمات التي تكون متبوعة ب I و ويال أخرى ولكنها لا تنطق S وإنما تنطق T مثل مثلا vestier تعني غرفة تبديل الملابس الحالة التي تنطق فيها كحرف T هي عندما تأتي متبوعة بأحد هذه الحروف المتحركة والتي هي U أو I أو Y نقول T T T مثلا تيب أنبوب تيغواغ درج ستيلو قلم حبر والحالة التي ينطق فيها كحرف T هو عندما يأتي متبوعة بأحد هذه الحروف المتحركة والتي هي A E أو ونقرأ T T T مثلا T Tami غير بال T تناس عند تو أوتو سيارة إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم لا تنسوني من صلح الدعاء وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى